اسمي أماني البلوي إذا تحدثنا عن المتنزهات في المملكة العربية السعودية هي تعتبر مناطق محمية طبعا المتنزهات في المملكة عددها يتراوح حوالي 448 متنزه حول المملكة العربية السعودية كل المتنزه له طبيعة مختلفة له غطاء نباتي مختلف طبعا إحنا عندنا متنزهات تعتبر تستقطب الزوار مثل عندنا متنزه أوثيلان في منطقة الرياض يعتبر من أكبر المتنزهات في المنطقة متنزه صادق الوطني هو موقعه في منطقة الرياض يعتبر المتنزه جميل جدا هو يمتاز بسلسلة من الكهوف حاليا رح نعمل على إدراجه في ضمن مشاريع الحدائق المتنزهات الجيولوجية مع اليونسكو طبعا المتنزه جميل جدا يوجد فيه أكبر الوديان وهو وادع بيثران سمي بهذا الاسم لكثرة نبات البعيثران طبعا له رائحة جميلة جدا هو يعتبر من ضمن الغطاء النباتي للمملكة العربية السعودية حاليا تعمل الإدارة العامة للمتنزهات الوطنية على مشاريع عالمية من ضمنها وأهمها وهو إدراج متنزه صادق الوطني ضمن الـ Green List مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الـ IUCN طبعا هو يعتبر من أوائل المتنزهات في الشرق الأوسط لإدراجه مع الـ Green List وفي الـ IUCN الأمر الثاني حاليا وفي هذه اللحظة تعتبر وليدة اللحظة هي إدراج متنزه الغاط الوطني حاج على جائزة الـ Green Flag قبل ثلاث أسابيع ولله الحم المتنزهات الوطنية ثروة عظيمة في المملكة العربية السعودية حاليا نعمل على المحافظة عليها واستقبال الزوار والعمل على السياحة البيئية في هذه المتنزهات أيضا مع مشاركة المجتمع المحلي وهو من ركائز هذا العمل في هذه الإدارة ترجمة نانسي قنقر